السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة المهندسين الوطنيين معكم المهندس حسين الفيسي وجولة جديدة من جولتنا في العاصمة الإدرية الجديدة نهاردة 17 أسلس 20-23 حاليا موجود في قلب حي الوزارات هناخد جولة كده في منطقة الوزارات ومنطقة الحي المالي ومنطقة البنوك في بداية الفيديو كده الناس ما تنساش تعمل لايك للفيديو ولو انت أول مرة تتبعنا على قناة المهندسين الوطنيين ما تنساش تشترك في القناة المكان اللي قدام حضرتك ده كده بلازة كبيرة أو حديقة كبيرة في قلب حي الوزارات اللي شرحناه أكتر من مرة ومتابعين الأعمال فيه من أيام ما كان لسه صحرة لحد ما وصل للجمال والمنظر اللي قدام حضرتك ده في الصورة بسم الله وإن شاء الله حياة جميلة جدا المكان كل يوم بيظهر جماله وطبعا احنا تعمدنا ان احنا نصاروه بالليل عشان نشوف الإضاءة ونشوف الليندسكيب مع الإضاءة الوضع جميل جدا بصراح اللي قدام حضرتك ده كده دول عشر مجمعات وزارية بإجمالي 34 مبنى بالإضافة لمبنى رئاس مجلس الوزارة ومبنى مجلس النواب ومجلس الشيوخ إجمالي مساحة حي الوزارات 550 فدان يعني تقريبا 4.800.000 متر مربع على قدين اليمين دي كلها حديقة كبيرة جاية من الشرق للغرب من خلف مبنى رئاس مجلس الوزارة باتجاه البنك المركز المصري وزي أحدكم شايفين برج الايكوني في الصورة في آخر الصورة هو على استقامة واحدة مع مبنى رئاس مجلس الوزارة ومع مجلس النواب يعني البنك المركز المصري برج الايكوني رئاس مجلس الوزارة مجلس النواب كل دول على استقامة واحدة مع بعض لما تقف يعني في ظهرك مبنى رئاس مجلس الوزارة بيشوف قدام منك البنك المركز المصري والبرج الايكون ده كده بدأنا الشارع الفاصل بين منطقة الوزارات ومنطقة الحي المالي قدام حضرتكو كده في الصورة ده كده الميدان وقدام حضرتكو ده كده في الشارع الفاصل بين منطقة الوزارات وبين منطقة حي المالي ده الشارع قدامنا ده هو الشارع الفاصل بين الوزارات على قدنا اليمين والحي المالي ومنطقة البنوك على قدنا الشمال طبعا منطقة البنوك لسه فيها العمل مازال قائم فيه انجاز بس لسه فيه شغل يعني في الحي لسه ما انتهاش في حي البنوك اذا حاكم شايفين كده كل المنطقة اللي احنا موجودين فيها دول 18 مبنى خاص بالبنوك سواء البنوك الحكومية او البنوك الخاصة بالاضافة طبعا اكتر من مول موجود في المكان يعني منطقة مليانة مولاد برضو فيها عمل كبير جدا وفيها شغل كبير جدا في المكان وان كان بنسبة 90% او 85% واعتبر المكان خلاص قرب انه هو يخلص زي ما حاكم شايفين الشكل العام للمكان بسم الله وان شاء الله برضو جميل وشكله يشرف بصراحة كده المبنى اللي مفوشين على قدينة اليمين ده البنك المركز المصري ونهاية الحديقة الموجودة من على قدينة اليمين لحد هنا كده وعلى قدينة الشمال بنك مصر تم افتتاحه وخلاص ويجنب منه بنك القاهرة على قدينة الشمال يعني اول بنك على قدينة الشمال ده بنك مصر وبعد منه في الميدان هيظهر بنك مصر ومبنى البريد ومبنى البريد ومبنى البريد محطة تبادلية الخاصة بين المونوريل والكتار الكهربائي الخفيف الارطي ده كده مبنى البنك المركز المصري في اشهر ميدان في العاصمة الادارية الجديدة ميدان الحي المالي قدام حضراتكم كده في الصورة ده كده البنك المركز المصري علشان الناس اللي متابع معنا عارفين الكلام ده والناس اللي مش متابعة اول مرة تشوف تعرف ان ده البنك المركز المصري جنب منه على طول بنك الاهلي وفي وشه ومنطية مولات برضو وجنب منه في مولات كتير جدا موجودة في الحي المالي على الشارع الرئيسي او على محور الماسة ده كده البنك المركز المصري بعد منه البنك الاهلي اذا ما حاكم شايفين وحنا حاليا دلوقتي طلعنا بره خالص على محور الماسة فظهرنا كده فندق الماسة ولو ماشينا في الاتجاه التاني هنروح ناحية الكاتدرائية ومنطية المستثمرين والارصر كده احنا ماشينا في اتجاه الاسر الرئاسي ولو دخلنا يمين كده هنروح على منطية الوزارات مقوية ساحة الشعب دي كانت جولة سريعة كده عشان ما نطولش على الناس كانت جولة سريعة في العاصمة الادارية الجديدة حي الوزارات والحي المالي ان شاء الله تعالى انتظرونا في باقي جولتنا في العاصمة الادارية الجديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته